مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي الطلاب الأندلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع اليوم ما بدأنا به في السيرة النبوية والبحث الإسلامية مكانة الشباب في السيرة النبوية الحصة الثانية نتوقع من كل طالب منكم بإذن الله تعالى أن يتابع التذكر لأمثلة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب ثم يتابع ويجيب عن نشاط ولخص في صفحة 77 وأستنتج في صفحة 78 ثم يجيب عن أسئلة التقوي في صفحة 81 بإذن الله تعالى قبل ذلك نتذكر بعضا مما مر معنا اختر الإجابة الصحيحة اعتنى الإسلام بالشباب عناية فائقة لأنهم يلا عزيز طالب أجب مر معنا هذا السؤال من قبل نعم ركيزة المجتمع ودعمته الأساسية قامت تربية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب خاصة على كذلك مر معنا من قبل يلا عزيز طالب أجب نعم غرس قيم الفاعلية والإيجابية وتحمل المسؤولية نتذكر كذلك ونظم تعلمين إذا لم تجيب من قبل في كتابك الصفحة 80 حاول أن تجيب مكانة الشباب في السيرة النبوية أهمية مرحلة الشباب لماذا هي مهمة يلا عزيز طالب حاول إذا لم تجيب من قبل حاول امسك قلمك واكتب وقف الفيديو وحاول تكتب نعم اعتنى السلام بالشباب وحثا على اهتمام بهم لماذا لأنهم ركزت المجتمع ودعمته الأساسية فبهم تنهض الأمة نرجع إلى صفحة 78 ما زلنا في فقرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيت الشباب والعناية بهم نتابع الأمثلة كما اتفقنا من قبل نحفظ مثالا واحدا ونفهم البقية هات مثالا واحدا هنا عندنا المثال رقم ثلاثة أول مبلغ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام في المدينة المنورة هو مصعب ابن عمير انتبه معي إلى هذه النقطة ورغم حداثة سنه أقنعك الكثير من أهل المدينة بالإسلام بحسن عرضه للدعوة واجتهاده وذكائه حتى لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لا يوجد بيت إلا وقد دخله الإسلام بعض أبناء البيت أو الوالد والزوجة وهكذا المثال الرابع بعث النبي صلى الله عليه وسلم الشاب معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا ومعلما لماذا اختار معاذ بسبب علمه بالحلال والحرام وحفظه للقرآن الكريم إذا اختار الشاب مهمة تحتاج إلى نشاط وإلى همة عالية فكان معاذ رضي الله عنه من بين الذين اختارهم للمهمات الصعبة يلا عزيز الطالب استنتج صفات الصحابة التي أهلتهم المسؤوليات التي كلفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم عندنا معاذ وعندنا مصعب المسؤولية الصفات التي أهلته لتحمل هذه المسؤولية ولإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له ليؤدي هذه المسؤولية التي كلفهم بها نعم يلا معاذ ابن جبل ما هي المسؤولية نعم كان داعيا ومعاملية لمن لأهل اليمن طيب ما الصفات التي أهلته لذلك حتى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نعم علمه بالحلال والحرام وحفظ القرآن وتحمل المسؤولية بأمانة وهمة وإتقان طيب مصعب بن عمير أول سفير الإسلام نعم كان مبلغا وداعيا لأهل المدينة ما الصفات التهالة لهذه المهمة نعم حسن عرض الدعوة والاجتهاد في تبليغها والذكاء في التعامل مع المواقف الصعبة هذه الصفات التي أهلت مصعب أن يكون السفير الأول في الإسلام لنشر الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة يلا عزيز طالب وقف الفيديو واكتب هذه النقاط إذا لم تكتبها من قبل لوحدك طيب نتابع الأمثلة كذلك هات مثالا كذلك مثال آخر ممكن ما تحفظ ما سبق من الأمثلة الأربعة تحفظ هذا المثال ما في أي مشكلة ولكن كما ذكرنا نحفظ مثالا واحدا ونفهم البقية تمام يا شباب طيب بعد فتح مكة عين النبي صلى الله عليه وسلم عتاب ابن أسيد رضي الله عنه قائدا لمكة حاكما على مكة رغم أنه هو شاب وأمره أن يصلي بالناس ولم يتجاوز عمره إحدى وعشرون سنة تماما يا شباب لكن طبعا عتاب ما كان يعقد أمرا مهما إلا بعد أن يستشير كبار أهل مكة من حكيم بحزام أو غيره لأنه حكيم كما ذكرنا أنه أستمى يوم الفتح وكان كبيرا في السن وكان عاقلا وكان حكيما فكان يستشير حكيم أو غيره نعم هو شاب ونشيط وكذا لكن مهمة تحتاج إلى نشاط إلى همة عالية تماما يا شباب طيب حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الرمي مثال آخر مثال السادس فكان يقول أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا والرمي أحد أنواع الرياضة وفي حثه صلى الله عليه وسلم توجيه للشباب لممارسة الرياضة وعدم الاكتفاء بالتشجيع المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير ألا إن القوة الرمي تماما يا شباب المجتمع يحتاجه في بنائه إلى سواعد فتية إلى سواعد الشباب إلى القوة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الشباب على الرمي وهذه نوع من أنواع الرياضة طيب يلا عزيز طالب حاول توقف الفيديو واكتب مثال مثالين من الذي حفظه يلا مر معنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاذب بن جبل نعم لماذا؟ لعلمه بالحلال طبعا إلي اليمن داعيا ومعلما لعلمه بالحلال وحرام وحفظ القرآن كلف النبي صلى الله عليه وسلم علي مر معنا الحصة الماضية وهو شاب برد الأمانات التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم إلى أهلها يوم الهجرة طبعا شاب ما شاء الله نام في فرش النبي كما تذكرون ثم في الصباح رد الأمانات بعد فتح مكة عين النبي صلى الله عليه وسلم على التاب بن سيد قائدا لمكة وأمره أن يصلي بالناس ولم يتجاوز عمره 21 سنة تماما يا شباب كما أكرر دائما الكتابة تثبت المعلومات الله أرضى عليكم وقف الكتاب ووقف الفيديو وابدأ بالكتابة وبعدين نحن أرسلنا لكم المذكرة بدون إجابات افتع على هذا الدرس وحاول أن تجيب عنها كله إذا لم تجيب عن درس الماضية ابدأ درسا درسا وكل فيديو موجود شرح للدرس والإجابة عن التمرينات تمرينات الدرس في زيادات أسيدة طبعا من بين السطور أو غيرها تستطيع من خلال استماعك لشرح الدروس أن تستمتج هذه الإجابات لهذه الأسئلة بإذن الله تعالى ما زلنا في صفحة 78 حرس النبي صلى الله عليه وسلم على استثمار طاقات الشباب بيّن عزيزي الطالب من خلال المواقف التالية أيوة اختيار القادة على أي أساس الحث على القوة كل ذلك ليستثمر النبي صلى الله عليه وسلم طاقات الشباب من الصحابة الصغار والكبار عندهم صلى الله عليه وسلم نعم كلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا شام برد الأمانات التي كانت عنده إلى أهلها يوم الهجرة الحث على قوة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا يحث الشباب على الرياضة والرمي نوع من نوع الرياضة طيب نختم هات مثالا من سيرنا بنيوه على التوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للطاقات النسائية الشبابية سؤال مهم انتبع إليه عزيزي الطالب جيدا يلا مرمعنا الحصة الماضية تذكر أيوة ذات النطاقين نعم كانت أسماء تعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالدها أو بكر فلم تجد حينها ما تشد به الطعام فشقت نطاقها نصفين فجدت سفرة الطعام تماما بنصفه وتطوقت بالنصف الآخر فأطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين تماما يا شباب إذن النبي كان يهتم بالنساء كذلك الشابات اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بعيشة رضي الله عنها وهي شابة صغيرة في أموري الدين وخاصة في الأمور التي لها علاقة بالنساء من أحكام الحيض والنفاس وغير ذلك من الطهارة وغيرها من هذه الأشياء فكانت عيشة رضي الله عنها تنقل للنساء هذه الأمور ما الحكمة من اختيار نبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه داعيا ومعلما لأهل اليمن ما الحكمة لماذا اختار معاذ ما اختار غيرهم نعم لما يمتلك من صفات تؤهلوها لهذا الدور ما هي هذه الصفات شاب عالم بالحلال والحرام وحافظ القرآن وكذلك مهم نقطة هذه النقطة مهمة جدا يتحمل مسؤولية التي كلف بها بأمانة وهمة وإتقان هذه نقطة مهمة جدا جدا لهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المهمة الصعبة تحتاج إلى نشاط وإلى علم وحكمة وتعقل ما زلنا في التقويم البنائي لما مر معنا ما دي لا تحث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الرمي على أي شيء يدل يا شباب نعم توجيه للشباب لممارسة الرياضة وعدم الاكتفاء بالتشجيع الذي يشجع كرة القدم أو غيرها ما يكتفي أنه فقط تشجع هو ينسل يلعب في أي مكان في أي نادي تماما يا شباب ما نكتفي بتشجيع الفرق الرياضية بل نمارس الرياضة قدر ما نستطيع كان مصعب بن عمير رضي الله عنه مثال للدعية الناجح وضع ذلك كيف هذا المثال وهو شاب في مقتبل العمر نعم رغم حداثة سنه أقنع الكثير من أهل المدينة المنورة بالإسلام بحسن عرضه للدعوة واجتهاده وذكائه رضي الله عنه نعم تعرض إلى مواقف صعبة جدا لكن بإخلاصه لله تبارك وتعالى وذكائه واجتهاده كان يخرج من هذه المواقف الصعبة وما كان يعانده معاندة شديدة جدا ويكاد يقتله كان يدخل في الإسلام رضي الله عن مصعب وعن كل الصحابة الكرام طيب عزيز الطالب وقف الفيديو وحاول أن توصل بين الإسم أو المربع المستطيل الصغير والمستطيل المقابل إذن صل بين الإسم وما يناسبهم لعبارات المقابلة أسماء بتأبكر أيها ما هي المهمة ماذا كانت تفعل هذه الشابة نعم تحمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار انتبه معي عزيز الطالب نعم عمره 24 سنة وكانت حامل في الشهر السادس تصور وتمشي هذه المسافات وتصعد الجبل يعني الآن لو خرجت الآن عزيز الطالب وذهبت إلى هذه المنطقة من مكة إلى الغار والله تجد صعوبة وتتعب في صعودك إلى الغار فما بالك هذه المرأة لكن قوة الإيمان تجعل إنسان قويا في جسده يتحمل المشاقة عبد الله بن أبي بكر ما هي المهمة ماذا كان يفعل بما كلف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل أبيه أبي بكر رضي الله عنه نعم كان ينقل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أخبار قريش أين يرسلون العيون أين يرسلون الفرسان ما هي الطرق التي يسلكونها ماذا قرروا كل هذا كان ينقله إليهم وهو شاب صغير لا يؤبه له إن هذا صغير مثل ما يقولون الآن عندنا في هذا الزمن والله طفل طيب مصعب بن عمير يلا عزيز طالب يلا نعم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منورة داعيا إلى الإسلام اعتنى الإسلام بالشباب لماذا اعتنى طبعا عناية نعم عناية فائقة لأنهم ركيزة المجتمع ودعامته الأساسية معاذب جبل يلا بما كلف النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعثه وكلفه بالدعوة إلى الإسلام وتعليم أهل اليمن علي من بي طالب يوم الهجرة ما المهمة التي قام بها نعم كلفه النبي صلى الله عليه وسلم برد الأمانات إضافة إلى أنه نام في في راشي النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن وسيد بعد فتح مكة وهو شاب العشرين من عمره نعم ما هي المهمة التي أوكلها إليه النبي صلى الله عليه وسلم هاي واختاره النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لمكة بعد الفتح هل تكبر على أهل مكة أبدا كان متواضعا في غاية التواضع ولكن يتحمى المسئولية في غاية الأمانة والإتقان طيب عزيز طالب نتابع نبدأ الآن افتح كتابك على الصفحة 81 التقويم وقف الفيديو وحاول أن تجيب عن هذه الأسئلة عزيز طالب أيوة بيّن أهمية الشباب في المجتمع نعم اعتنى الإسلام بهم وحث على الاهتمام بهم ليه لماذا ما هي أهميتهم لأنهم ركزت المجتمع ودعاماته الأساسية فبهم تنهض الأمة طيب ما أثر تكليف النبي صلى الله عليه وسلم للشباب بالمهام المهمات والمسئوليات المهمة في خدمة الدين والوطن ما الأثر مر معنا خمسة أمثلة تكليف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب والشابات ما هو الأثر الذي خلفه على أنفسهم نعم زادت ثقتهم بأنفسهم وقويت إرادتهم وبرعوا في تحمل المسئولية فكانوا سبباً في نشر الإسلام ونهضت الأمة وتقدمها في سنوات معدودة أذهلت العالم حتى الآن الذين يدرسونها تاريخ انتشار الإسلام يقفون محتارين كيف بهذه السنوات البسيطة قضي على الأمبراطورية الفارسية والأمبراطورية الرومانية وانتشر الإسلام في البقاع ولم يتجاوز الخمسين سنة طيب أضرب مثالاً من السنوات النبي كما اتفقنا في هذا المثال عندنا مثال واحد يلا هي مثال من؟ أسماء رضي الله عنها نعم تعد الطعام للنبي والوالدها إلى آخره كما اتفقنا وقف الفيديو وحاول أن تجيب بعد أن تجيب بقلم الرصاص انظر طيب ما الحكمة من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم معاذب جبل داعياً ومعلماً لأهل اليمن لماذا اختاره صلى الله عليه وسلم ولم يختار غيره نعم لما يمثلقه من الصفات التؤهله لهذا الدور شاباً نشير قوي عالم بالحلال والحرام حافظناً القرآن يتحمى المسؤولية بأمانة وهمة وإتقان رضي الله عنه طيب كان مصعب بن عمير مثالاً للدعية الناجح وضح ذلك كيف أصبح مثالاً للدعية الناجح نعم رغم حداثة سني أقنع الكثير من أهل المدينة بالإسلام كيف بماذا أقنعهم هل هو بالقوة أبداً بحسن عرضه للدعوة واجتهاده وذكائه كم من شاب في أوروبا بحسن تعامله مع الناس أدخلاً في الإسلام ويكذب من يقول بأن الإسلام انتشر بحد السيف أبداً حتى الآن في هذا الزمن في أوروبا ينتشر إسلام هل يجبون أحداً عند دخول في الإسلام أبداً بحسن عرضه للدعوة واجتهاده وذكائه يدخل الناس في الإسلام قديماً وحديثاً هذا مصعب بن عمير نقتدي به وبأفعاله وبذكائه وبعرضه للدعوة الإسلامية أشكركم جميعاً أعزائي الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله تعالى